بيبدأ فيلمنا في المستقبل مع شخص اسمه ويل وهو بيصحى من النوم وبيشوف في ساعته فضله قد إيه ويموت وبيبدأ يقول إن حياة البشر في المستقبل بقت بتعتمد على الوقت وفيه ساعة مزروعة في إيديهم بتعرفهم الوقت اللي فضلهم في حياتهم وبمجرد ما الإنسان بيتم 25 سنة شكله مش بيتغير ولا بيتقدم في العمر وعنده فرصة أن يفضل عايش للأبد بشرط أن يكون معاه وقت كتير لأن الوقت هو العملة الأساسية للحياة في الزمن دوت والبشر بيشتروا كل حاجة من وقتهم وبعد شوية بيروح ويل عشان يتكلم مع والدته وبيحتفل معاها بعد ميلادها عشان تمت الخمسين سنة وبتقوله إن مش فاضل معاها غير تلات أيام بس من عمرها وهتدفع منهم الإيجار والقرد اللي عليهم وقبل ما يروح الشغل بتديله نص ساعة من عمرها عشان يشتري لهم بيها أكل وبيبانن الطريقة اللي بينقلوا بيها الوقت هي إنهم بيمسكوا في دراع بعض وبيبدأوا ينقلوا الوقت من خلال الساعة بتاعتهم ولما بيروح ويل الشغل بيقابل صاحبه بريل وبيشوفه واحد ميت على الأرض عشان وقته انتهى وبعد ما بيخلص شغله بيقبأ مرتبه واللي بيكون عبارة عن وقت بيتضاف لعمره وبيتدايق جدا لإنه مرتبه قلع عن مبارح بسبب إنه محققش التارجت المطلوب منه وبالليل بقى بيروح ويل البار وبيشاور له صاحبه على واحد اسمه هنري عنده 100 سنة وبيتفاجئ إن ساعته فيها وقت كتير جدا وفضله 116 سنة ويموت فبيروح عشان يتكلم معاه وبينصحه يمشي فورا من المكان لإن لو حد شاف ساعته بالتأكيد حياته تبقى في خطر والوقت اللي معاه هيتسرق ولكن هنري بيرفض وبيجي واحد اسمه فورتس مع العصابة بتاعته عشان يسرق الوقت بتاع هنري وبيبدأ يقوله إنه هيلعب معاه لعبة ولو كسب فيها هيخب منه كل الوقت اللي معاه وبالتالي لو هو خسر هيموت فبيضطر هنري إنه يوافق وبيطلب منه إنه يدخل الحمام وساعتها بيبعب معاه فورتس واحد من رجالته عشان يرقبه بس فجأة بيجي ويل وبيضرب الحارس وبياخد هنري وبيهربوا بسرعة من البار ولما بيشوفهم فورتس بيركب العربية وبيجري وراهم بس بيقدروا يهربوا منه وبيطلعوا يستخبوا في بيت مهجور وبيتفقوا مع بعض إنه ما يفضلوا فيه لحد للصبح فبيبدأوا يتكلموا مع بعض وبيقوله هنري إنه جي المكان ده لإنه زيق من الحياة وعايز يموت وبيبدأ يشرح له إنه العالم فيه 12 منطقة زمنية بيعيش فيها الفقرة أما الأغنية بقى فبيعيشوا في منطقة واحدة بس اسمها نيو جرانيتش وكمان معاهم وقت يخليهم يعيشوا في العالم لملايين السنين وكل صرواتهم اللي هم حققوا هداية كانت عن طريق استغلال الفقرة وبسبب طمعهم وجشعهم في ملايين من الناس بتموت كل يوم بسبب إنه مش معاهم وقت كفاية فبيتصدم ويل من كلامه وبيطلب منه ينام ويرتاح وبيطمنه إنه مش هيسرق وقته هو نايم فبيستغرب هنري جدا إنه ويل مش عاوز يسرق وقته وإنه مختلف عن باقي الناس اللي قابلهم من ساعة مجي المنطقة اللي بيعيش فيها الفقرة فبيقرر إنه يكفقوا على مصاعدته لي وتاني يوم بيصحى من النوم وبيتديله المية وستاشر سنة اللي معاه وبيسيب لنفسه خمس دقيق بس عشان يموت زي ما هو عاوز ولما بيصحى ويل بيتفاجئ إنه هنري حوله الوقت بتاعه كله وبيلاقيه قاعد على الجسر ومستنى إنه وقته يخلص عشان يموت فبيقرر يروح له بسرعة عشان ينقذه ولكن للأسف بيكون فضله 3 ثواني بس وبيخلص منه الوقت وبيقع في البحيرة وبيموت وأول ما بيوصل ويل للجسر بتبدأ تصوره الكاميرات وبيروح لصاحبه بوريل وبيوريه له الوقت اللي معاه وبيقوله إنه هياخد والدته وهيروح يعيش في مدينة نيو جرانيتش المدينة اللي بيعيش فيها الأغنياء لأن لو حد في منطقة الفقرة شاف الوقت اللي معاه بالتأكيد هيكون عاوز يسرقه وبعد ما بيخلص كلامه بيديله عشر سنين وبيمشي وساعتها بتكون والدته في البنك ودفعت القرد اللي معاها من عمرها وللأسف بيكون فاضل معاها ساعة ونص بس من عمرها فبتركب الباص وبيقول لها السواق إن الأجرة زادت وبقت ساعتين بدل ساعة واحدة وللأسف مش هيقدر يركبها غير لما تدفع الأجرة فبتترجانه يركبها وبتقوله إن ابنها ويل هيستنها في المحطة وهيتفعله باقي الأجرة ولكن للأسف بيرفض السواق فبتضطر إنها تجري عشان توصل للمحطة بسرعة وتقابل ويل هناك وده عشان تاخد منه وقت قبل ما الوقت اللي معاها يخلص وتموت ولما بيوصل ويل للمحطة بيلاقي إن والدته مش موجودة في الباص فبيحس كده إنها في مشكلة فبيطلع يجري في الطريق اللي هو فيه عشان يلحقها وساعتها بتحاول والدته إنها تستلف وقت من أي حد عشان تلحق ابنها ولكن للأسف محدش بيديها وبيكون فضل لها تسع دقيق بس وتموت فبتكمل جري لحد ما بتشوف ويل وبيكون فضل معاها عشر ثواني وأول ما بتوصله بيخلص الوقت اللي معاها وبتموت بين إيديه فبينهار ويل عشان مقدرش ينقذ والدته وعلى الرغم إن معاه وقت كتير جدا إلا إنه بيحس إن الوقت اللي معاه ملوش أي قيمة من غير والدته وتاني يوم بتوصل الشرطة للمكان اللي هنري مات فيه وبيبدأوا يطلعوا جسيته من المياه وبيخمن كده الظابط ريمون إن في حد قتله وسرق منه الوقت اللي كان معاه وقبل ما يركب عربيته بيلاحظ إن فيه كاميرا في المكان فبيقرر يشوف التسجيلات اللي عليها عشان يعرف بالزبط اللي حصل وفي اللحظة ديت بيركب ويلة عربية وبيروح لمدينة نيو جرانيتش وأول ما بيوصل بيفضل يجري لإنه كان متعود على كده لما كان فقير وما كانش معاه وقت لكنه بيفتكر إن معاه وقت كتير جدا وبيبدأ يمشي على مهله وساعتها بيلاحظ إن فيه بنت غنية مركزة معاه وبيكون اسمها سيلفيا فبيدخل فندق وبيحكز قوضة عشان يستريح وفي نفس الوقت بيراجع الظابط ريموند الكاميرات فبيشوف ويل في المكان اللي هنري مات فيه فبيخمن كده إنه سرق الوقت بتاع هنري وراح لمدينة نيو جرانيتش لإنه مش هيقدر يعيش في منطقة الفقرة بالوقت اللي معاه ده كله بنرجع بقى تاني الويل وبيصحى من النوم وبينزل يفتر وساعتها بتشوفه سيلفيا مرة تانية وبتستغرب من طريقته لإنه بياكل بسرعة فبتستنتج كده إنه كان عايش في منطقة الفقرة وبعد شوية بيروح ويل للكازينو وبيبدأ يلعب أمار مع رجال أعمال أغنية جدا وبيكون من ضمنهم فليب والد سيلفيا اللي بيتكلم معاه وبيبدأ يسأله هتراهن بوقت قد إيه فبيراهن ويل بخمسين سنة من عمره وبيبان كده إنه مش مهتم أصلا بالوقت اللي معاه ولما بتيجي سيلفيا بيزود والدها فليب الرهان وبيراهن بمئة سنة تانين وساعتها بيكرر ويل إنه يراهن بكل الوقت اللي معاه وبيكون فضله تلاتين سنية بس ولكن ويل بيكسب في آخر أربع ثواني من عمره وبيتفاجئ إنه كسب ألف ومئة سنة كاملين فبيعجب فليب بشجعته وبيعرفه على بنته سيلفيا وبيعزمه على حفلة بالليل في القصر بتاعه فبيوافق ويل وبيروح يشتري عربية فخمة بتسعة وخمسين سنة من عمره وبعدها بيروح الحفلة وبتستقبله السيلفيا وبترقص معاه وبتبدأ تكلمه عن نفسها وبتقوله إنها حاسة بالملل بسبب حياة الأغنية اللي هي عايشاها ونفسها تعمل أي حاجة تخليها مبسوطة فبياخدها ويل للشاطئ وبينزولوا البحر هم الاتنين ولما بيرجعوا لقصر بييجي الزابط ريموند فبيقبضوا على ويل بتهمت إنه سرق 116 سنة من هنري وبيبدأ يستجوبه في القصر وبيتفاجئ إن معاه 1100 سنة فبيقوله ويل إن هنري اداله الوقت بتاعه برغبته وإنه ما سرقش منه الوقت زي ما هو فاكر ولكن ريموند بيقوله أنا مش مصدقك وبيخلي رجالته يصدروا الوقت اللي معاه كله وبيسيب له ساعتين بس في عمره وقبل ما يخرج من مكان بيسأله ويل إنت ليه بتحقق في جرائم السرقة بتاعة الأغنية بس وليه سايب الفقرة عملين يموتوا كل يوم بسبب سرقة الوقت ومحدش مهتم بيهم فبيعتجهر ريموند كلامه وبيخرج من الأغضاء وساعتها بيبدأ ويل يضرب الزباط اللي جنبه وبيروح ياخد سيلفيا رهينة وبيخرج من البيت بسرعة لحد ما بيركب عربيته وبيهرب من مكان فبيروح ريموند وراه وبيطرده بعربيته عشان يقبض عليه لكنه بيغبط في عربية والحصن الحظ بيقدر ويل يهرب منه وبيطلب من سيلفيا إنها هتديله وقت من معاها لإن مش معاه غير ساعة وعشر دقايق بس فبترفض سيلفيا وبتقوله إن معاها ميت سنة بس ومش هتديله دقيقة واحدة حتى لإنه خطفها من أهلها فبيتحرك ويل بالعربية وبيدوس على فخ من مسامير وبيعمله حادثة وبيفقده الوعي فبييجي فورتس وعصابته وبيطلع إنه هو اللي عمل الفخ دوت وبيسرق الميت سنة بتوع سيلفيا وبيسيب لها نص ساعة وبيمشي ولما بتفوق بتتفاجئ إن وقتها تسرق وساعتها بيديها ويل خمس دقايق من عمره وبيكونوا مش عارفين يتصرفوا إزاي لإن فضلهم أقل من ساعة ويموتوا فبيروح ويل لبيت بوريل صاحبه اللي اداله لعشر سنين ولكن بيتفاجئ إن مراته بتقوله إن في عصابة سرقوا منه لوقت بتاعه وقتلوه فبيتعصب ويل لإن فضلهم تلات دقايق بس ويموتوا وبيتجيلوا فكرة إنه يبيع الحلقة الألماظ بتاع سيلفيا فبيطلعوا يجروا بسرعة لمحل المجوهرات وبيشتري التاجر الألماظ بيومين اتنين بس وساعتها بيتقسموا هم الاتنين اليومين مع بعض وبياخدها ويل لبيت بتاعه عشان يستريحوا فيه وبيعودوا يتكلموا مع بعض وبيبان كده إن سيلفيا حبته وتاني يوم بيقرر ويل إنه يرجعها لأهلها وبيوديها للتليفون اللي في الشارع عشان تتصل بولدها وتعرفوا مكانها وبيديها كمان المسدس بتاعه تحسبا لأي ظرف يحصل وفجأة بيجي الزابط ريمون وبيوجه مسدسه على ويل عشان يقبض عليه ولكن سيلفيا بتشوفه وبتضربه بطلقى في كتفه وبيقع على الأرض فبيروح ويل يتطمن عليه وبيلاقي إنه لسه عايش ولما بيلاحظ إن الوقت اللي معاه قليل جدا بيقرر إنه يساعده وبيديله أربع ساعات من عمره وبعدها بيسرق عربيته وبيهرب هو وسيلفيا من المكان ولما بيركنه على جنب بيلاقوا سرتهم في الأخبار وبيكون مطلوب القبض عليهم فبيحاول ويل يقنع سيلفيا إنها ترجع لأهلها وده عشان ما تتورطش معاها أكتر من كده لكنها بترفض وبتقوله إنها بتحبه ويتفضل معاها فبياخدها عشان يعلمها التصويب بالمسدس وبيتفق إنهم يسرقوا البنوك بتاعت والدها وده عشان يدوا وقته للفقرة ويخليهم يعيشوا شوية من عمرهم فبيسرقوا عربيع مصفحة وبيروحوا يقتحموا واحد من البنوك وبيسرقوا شوية من الأجهزة اللي بتخزن الوقت وبيخلوا كل الموجودين ياخدوا الوقت اللي هم عاوزينه وبعدها بيروحوا يقعدوا في فندق وبيلعبوا كوتشينا مع بعض وفجأة بيوصل الزابط ريموند ورجالته للمكان اللي هم فيه فبيشوفهم ويل وبياخد سيلفيا وبيهربوا من الشباك بسرعة وبيطلعوا يجروا لحد ما بيركبوا أوتوبيس وبيروحوا يقعدوا في فندق وفجأة بيهجم عليهم عصابة فورتس وبيقول لويل إنه هيلعب معاه لعبة وطبعا لو كسب فيها هياخد منه كل الوقت اللي معاه وهيموت فبيضطر ويل إنه يوافق وبتكون اللعبة عبارة عن لعبة قوة بالدراع واللي هيقدر يسحب وقت التاني هو اللي هيكسب فبيبدأ فورتس يسحب الوقت بتاعه وبيكون على وشك إنه يكسب فبيمثل ويل كده إنه قرب يستسلم بس قبل ما وقته ينتهي بيقلب اللعبة لصالحه وبيسحب كل الوقت بتاع فورتس ولما بيتبقله 3 ثواني بيستغل ويل لحظة انشغال العصابة بتاعته وبياخب منهم مسدس وبيقتلهم وفي الآخر بيموت فورتس أول ما الوقت بتاعه بيخلص وبعدها بياخد سيلفيا وبيطلعوا يهربوا على السطح فبيشوف بنك زود الفايدة على الوقت وبيقول لسيلفيا إن الأغنية بيزودوا السعر على الفايدة وأسعار الأكل على الفقرة وده طبعا بسبب البنوك اللي هم سرقوها وبالتالي كل اللي هم عملوه دوت ملوش أي ستين لازمة والحل الوحيد إنهم يسرقوا مليون سنة ويوزعوهم على الناس وطبعا مفيش أي إنسان معاه وقت زي دوت وبيحطوا خطة مع بعض عشان يسرقوا الوقت منه وتاني يوم بتروح سيلفيا تقابل والدها في الشركة بتاعته وبتفضل تتكلم معاه وبتشغله لحد ما بيظهر ويل من وسط الحراس بتوعه وبيخطفوا وبياخدوا على مكتبه وإهناك بيفتح الخازنة بتاعته وبياخد الجهاز اللي شايل فيه المليون سنة ولما بيعرف الزابط ريموند باللي حصل بيركب عربيته وبيروح وراهم وبيكلم مركز الشرطة عشان يحولوله يوم إضافة على جهاز الوقت بتاعه لإن مش فاضل معاه غير 4 و 40 دقيقة بس من عمره وفي طريقه بيشوف عربية ويل وبيطرده وبيضرب عليه نار عشان يقبض عليه ولكن ويل بيهرب منه وبيروح يد الجهاز اللي فيه مليون سنة لبنت صغيرة وده عشان تديه لأخوها ويوزعوا الوقت على الفقرة وفجأة بيجي ريموند وبيهددهم بالمسدس عشان يسلموا نفسهم بس سكان المدينة بيطلعوا يجروا قدامه وبيشتتوه فبيستغل ويل الفرصة وبيهرب هو وسيلفيا وبيدوروا على مكان ياخدوا منه وقت لإن مش معاهم غير دقيقتين بس فبييجي ريموند وبيهددهم بالمسدس مرة تانية وقبل ما يقبض عليهم بيفتكروا نونسي ياخد الوقت بتاعه من الجهاز وبيلاقي معاه 3 ثواني بس وبيموت قدامهم وزاعتها بيتضايق ويل لإن مش فاضل معاهم غير دقيقة واحدة بس وساعتها بيشوف عربية ريموند وبيعرف ان الجهاز الوقت بتاعه موجود فيها فبيطلع يجري بسرعة وبياخد يوم من الجهاز وبعدها بيجري ناحية سيلفي عشان ينقذها لإن مش فاضل معاها غير 7 ثواني بس وبيقدر فعلا ننقذها في آخر لحظة وبيتفقوا مع بعض انهم يكملوا سرقة البنوك عشان ينقذوا كل الفقرة وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة